وكي الناس اللي هما رح يشوفوا في ارواحهم باللي خلاص ما عندو مراح رح يخسر واحد انتاج شو هلو عائلته شوه هو تمنعوه من الخدمة تمنعوه من التنقل تمنعوه من التنفس تمنعوه من يحضر جنازة تمنعوه باش يحضر عرس من بعد انت وش رح تنتظر وش رح تنتظر رهم كي الناس اللي هما مورس عليهم قمع ره عند ربي خبره مورس عليهم ظلم عند ربي خبره والله العظيم لو لا خوف الله والناس رح تقرى في العواقب والله لو كان رح صارت كوارث ولكن دوام الحال من المحال دوام الحال من المحال شوف ماذا حدث في ليبيا شوفوا ش حدث وهذا الشي اللي احنا رأنا نحذر منه في ليبيا كان عمر القذافي الله يرحمه دير هذي كل جنش شعبية وهذه يكون شوف شوف الان ليبيا لما يتكسر النظام هما الان راه هذا الظلم راه من سبب خراب العمران كما يقول له كما يقول له وش اسمه بن خلدون من حقك من حقك باش تخاف ولكن ما العمل ما العمل طبق يديك تخلي عليهم هذي الناس رايحين بالبلاد ومع لابنهمش تنخرط في عمل حزبي عمل سياسي عمل خيري مع لابنش هنا هذا الناس راه منهم اللي راه يقوم بأشياء ولكن مع لابنش بالعواقب ومع أنه ذلك يعني راه هم ديرين ديرين راح باللي راه هم فاهمين كل شي عواقب أكشفت انت كيني الناس اللي هما تقاتلو على أمور في العائلة لحقوه حتى للدبوس ولحقوه للموس والمحاكم راه على بالها ماليش نجيب فيه أمور من راسي انت لما تشوف هذه الأمور تقراها وتشوف ماذا يحدث في العائلات صارت الناس بكريحنا لما واحد يروحوا للمحكمة كانت تتبنى عيب رغم أنه المحكمة ماهيش عيب لكن كانت تتبنى عيب لما الناس اللي يروحوا يرجعوا للمحكمة مع أنت بالإخلاص ثم انقطعت سبول الحوار والتواصل وما لقوش حل وبالتالي هم راحوا للمحكمة لجل باش تنصف أحد الطرفين ولا تنصفهم في اثنين الآن راه هم صاروا في العائلة الأب يدي ابنه للمحكمة والله الإبن يدي بابه للمحكمة وما رانيش نقول لك في حواج غير مألوفة راه الناس على بالها بها الناس راه متقاتلة على الميراث راه متقاتلة على أمور على المادة وعلى دراهم فرنسا وراها بيوت كثيرة راه مخربة هذا المجتمع هذا منين جاي راه هو جاي من الأسرة والأسرة على بالك بها وش راه هو موجود في البلاد وزيد انتا هذا الشي اللي راه هذا راه مؤشر خطير جدا عوض هو أنه الناس الآن تخلي تخلي راه كاي الناس تعالوا الخير يا سيدي في البلاد ما راهيش الناس كامل مجرمة ما راهيش الناس راه كامل فازداء كاي أهل الخير كاي الناس جمعيات راه يخدمو كاي الناس اللي راه مدركهما يصهروا الليل وعلى النهارة على الجلب الشي قدمو خدمة للمجتمع يا أخويا نعاونهم نعاون هذا الناس نسندهم نشجحهم وتغير الناس من العادات هذه شيئا فشيئا لأنه شيء اللي الآن راه نشوفه فيه راه أمر خطير جدا لكن لما أنت تصد الأبواب وتغلق أنت المفاتيح وفيما بعد أنت تمنع حرية المبادرة ومن بعد أنت تخترق الأحزاب وتخترق الجمعيات وتحاول أنه كل شيء أنت توظف لصالحك إلى درجة وأنه صاروا الناس خالصين يكتبوا في تعليقات يكتب في تعليقات أنت خالص عليها أشكر أشكر فلان وأشكر علان وفي المقابل سب فلان وكذا ورك رايح